أهلا بكم اتفقت وزارة الزراعة مع جمعيات مربي الأبقار في المملكة التراجع عن تسعير تبيع كيلو جرام الحليب الطازج بـ 55 قرشا وعادة دراسة الحكومة كلف الإنتاج في ظل الارتفاع العالمي للأعلاف وزير الزراعة المهندس خالد الحنفات دعا خلال لقاء مع رؤساء الجمعيات إلى التعامل مع المستهلك كخط أحمر وعدم المساس بالأسعار والكميات المعروضة في الأسواق خلال شهر رمضان الفضيل وأكد أن الحكومة تقدر حالة التغير في كلف الإنتاج وأنها منفتحة على القطاعات كافة ضمن المسؤولية الوطنية التي تضمن تحقيق التوازن لمكونات المعادلة الزراعية دون استغلال أو مغالاة أو احتكار وافق مجلس الوزراء على أسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي الأردني لغاية تجيع المواطنين والمكلفين على طلب فواتير مقابل شرائهم السلع أو تلقيهم الخدمات وبما يساهم في تطبيق نظام الفوترة في المملكة إلى ذلك أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن مهلة تقديم الإقرارات الضريبية عن الدخل المتحقق في العام 2021 تنتهي مع نهاية شهر نيسان المقبل والمكلفون الملزمون بتقديم الإقرارات الضريبية هم التجار والصناعيين مؤدي الخدمات والموظفين والمستخدمين الذين يتقادون رواتب شهرية في حال تجاوز دخلهم السنوي 9000 دينار لغير المعيل و18000 دينار للمعيل إضافة إلى المتقاعدين مما تزيد رواتبهم الشهرية عن 2500 دينار انتهاء العمل في إعفاءات الشقق في نهاية شهر أذار الحالي أثار مخاوف من ارتفاع أسعار الشقق وسط مطالبات بتمديد الإعفاءات مع انتهاء العمل بإعفاءات رسوم تسجيل العقارات والعمل بقرار تخفيض رسم وضريبة بيع العقار إلى 6% اعتبارا من الأول من شهر نيسان 2022 يؤكد المستثمرون في قطاع الإسكان أن الأسعار ستشهد ارتفاعا لأن الإعفاءات منحت خصما بنسبة 50% من القيمة الإجمالية للرسوم والبالغة 9% بحيث كان المواطن يدفع 4.5% قائل الحكومة أعلنت أن الرسوم ستبدأ من 1.4% ستكون 6% وهذا برأيي رقم مرتفع بحيث سيزيد العبء على المستثمر في الوقت الحالي بحدود 1.5% مما سيؤدي إلى تراجع القطاع وارتفاع أسعار الشقق على المواطنين لأن هذا الإعفاء الواقع هو موجه للمواطن وليس للمستثمر العاملون في القطاع العقاري يطالبون الحكومة بتمديد العمل بالإعفاءات لتشجيع المواطنين على شراء العقارات وإعادة النظر في قيمة رسم وضريبة بيع العقار بحيث يتم تخفيضها إلى 4% بدلا من مقترح الحكومة 6% لتنشيط الاستثمار في القطاع فترات الماضية تمتع القطاع بإعفاءات هذه الإعفاءات أدت إلى نضوج وكمية مبيعات عالية في السوق بحيث أنه عام 2021 تم بيع بحدود 43 ألف شقة في عام 2020 تم بيع 29 ألف شقة ونحن نعرف أنها كانت الجائحة في عام 2019 تم بيع 33 ألف شقة إذا الرسوم بقيت على 6% ولم تنخفض أنا باعتقادي أن السوق سيتراجع بحدود 20% خلال هذا العام نتمنى كمان رئاسة الوزراء تنظر للإعفاء بطريقة ثانية أنه إذا بدهم يمددوننا إياه غير التمديد إذا ما في تمديد يكون فيه توجه لتخفيضه عن 6% لأنه بصراحة المواطن أي مواطن بسمع مبلغ الرسوم اللي هي ضريبة بيع العقار المترتبة عليه يعني بتراجع عن طريقة البيع وبتراجع عن الشراء وإحنا عانينا هذه المشكلة أنه نوصل المعاملة لمرحلة الصفر بعدين توقف بسبب ضريبة بيع العقار المتراكمة على القطاع وهناك رأي آخر يرى أن المشكلة ليست في قرار منح الإعفاءات من عدمه وإنما في أسس تقدير أسعار العقارات طلب الأساسي ينظروا في القيمة الإدارية النسبة 4% أو 6% أو 9% هذه نسبة معروفة يعني ما بتأثر المشكلة أنهم رفعوا القيمة الإدارية القيمة الإدارية يعني حتى لو حطونا 4% وجينا على القيمة الإدارية وتحسبها تطلع حوالي أكثر من 6% أو أكثر من 7% في وقت يدور الحديث فيه عن الرسوم والإعفاءات للشقق ترافقها شكاوى من ارتفاع كلف البناء لتزيد الأمر تعقيداً على المواطن والمستثمر تثور التساؤلات وتجول إيجابات تتضاد وتتعارض في نتائجها للوصول إلى فهم واضح لحال سوق العقارات بعد انتهاء العمل بإعفاءات الشقق من الرسوم أسامة بليبلي رؤية تستعد دوائر الرسمية في محافظة إربيد لاستقبال شهر رمضان المبارك بإجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الغذاء وتنظيم الأسواق فيما يطالب المواطنون بتعزيز الرقابة على الأسعار وحل مشاكل الازدحام والبسطات داخل الأسواق التجارية مع اقتراب حلول شهر رمضان وما يرافقه من زيادة الطلب على الأسواق التجارية لتلبية احتياجات المواطنين من مواد غذائية وتموينية وضعت الجهات التنظيمية في محافظة إربيد خطة عمل لضمان سيابية الحركة خلال الشهر الفضيل يشهد رمضان في أيامه فتر تسوق ليلي ويشهد أيضا في العشر الأواخر متجهر رمضان أيضا زيادة في حركة النشاط التجاري لذلك نحن معنيين في زيادة كادر عمال البيئة في هذا المجال ثم نحن هناك فرصة في رمضان لناتج عن زيادة الانفاق في أملية البسطات سننظم ما استطاعنا هذه البسطات دون الإضرار بالحركة التسير أو بالحركة التأثير على الحركة التجارية الأخرى فرق التفتيش الصحية في محافظة إربيد تواصل تنفيذ رقابتها الميدانية على الأغذية المعروضة في الأسواق وخاصة المكشوفة منها على مدار الساعة ننظم هذه الأسواق بصورة أنها تخدم المواطن وتسمح للمواطن بحرية المرور داخل الحسبة وغير الحسبة بحيث أن المواطن لا يتأذى وبنفس الوقت يأخذ حاجاته بأيسر الطرق اثنين نحن لدينا كالعادة رقابة على المواد الغذائية المواطنون والتجار على حد سواء يؤكدون مطالبهم بزيادة الرقابة على أسعار السلع خاصة وأنها تشهد حاليا ارتفاعا جنونيا والعمل على ضمان سلامة المواد الغذائية ومنع اكتظاظ الأسواق مفروض من الوزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها تكون عندها رقابة شديدة جدا على موضوع رقابة الأسعار وارتفاعات الأسعار وخاصة مع قرب شهر رمضان مطلوب من البلدية تنظيف الأسواق وتنظيف البسطات وتنظيف اللي بسكروا الشوارع خاصة بسياراتهم بالأزمات وبكون في ضغط كبير وعدم تنفس المواطن وما بقدر يتسوق وما بقدر يشتري التخطيط المسبق للرقابة على الأسواق وتنظيم حركة السير مطلب دائم في شهر رمضان من كل عام والجهات الرقابية تعلن جاهزيتها وخططها فهل تفي الإجراءات بتحسن الأحوال هذا العام؟ ترجمة نانسي قنقر